قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماع يوم السبت المقبل عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمينة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضيار رشوان أن هدف الاجتماع هو تنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات وأضاف رشوان أن من التوصيات التي ستكون لمجلس الأمناء مطلبته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها مشروعات قوانين انتخابات مجلسين نواب والشيوخ وكذلك مشروع قانون المجلس الشعبية المحلية وأكد رشوان أن مجلس الأمناء سيتابع في اجتماعه القادم للتماس الذي قدمه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين